اشتركوا في القناة دراسة كتاب التوحيد. لماذا؟ نصيحة العلماء مجتمل على ادلة من كتاب السنة من احسن ما قلت في هذا الباب عناية العلماء به وكثرة الشروحات عليه وحسن التبويب والترتيب والتصريب وغيرها واهتم بتوحيد الالوهية قلنا نعم وامام ومعاصف ومعروف وغيرها نعم ما دخلنا غيرها؟ ما دخلنا بالامس؟ لا تدري؟ انت الشيخ؟ اين؟ اوقف بسم الله نازم تشارك اخوانه؟ ما دخلنا؟ اي فائد؟ نعم اخذنا ان سبب العجاوة للشيخ محمد بن عبدالوهار رحمه الله على ما ادعو النجدية رحمه الله جميعا هو ايش؟ التوحيد كل من يعلم الناس التوحيد ويحذر من الشد وقال عنه وحابه وأرادوا ان يقدحوا واذا هم يمدحوا نعم لن النسبة الى الله سبحانه وتعالى غيرها نعم انتبه معي هنا شوية واترك الاجهزة هذه نعم اقسمنا كلنا الكتاب حتى نتصور الكتاب العشد درساء مقدمة خمسة ادوار تفسير التوحيد هذا القسم اليوم ان شاء الله الادلة والبراهين على بطلان عباد المنسي والله سبب كهرباني هذا دحف حجة او الرد على من يقول ان الشيك لاقع في الامة وفي الجزيرة الاعمال الشيطانية اعمال القلوب الاسماء والصفات المناثة 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 والكارضة الشركية والخاتر تمام غيره نعم اخذنا الباب الاول ما هو باب وجوب التوحيد لماذا بدأ به حتى تعلم ان التوحيد اوجب الواجبات واول الواجبات ودعوة الامبياء ورسول عليه الصلاة والسلام الثاني فضل التوحيد ايمان حتى تشتاب واجب عليك وتشوق الى اللابد من من تحقيق تحقيق التوحيد اي تخليص التوحيد من الشرك والبدع والمعاصر وتحقيق التوحيد يكون بالقاون والعمل والاعتقاد وتحقيق التوحيد عند المؤلف لقراءة الباب صحيح؟ اختداب ابراهيم عليه الصلاة والسلام سادة الاولية الرابع قلنا كل باب بعد تحقيق التوحيد هو من تحقيق التوحيد فمن تحقيق التوحيد الخوم من ضد لان بعض الناس يظن انه هو إمام الأئمة نعم وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله أبو الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام أثنى الله عليه وخار من الشيء إذن أنت من بابي أولا ثم باب أدعى لشهادة أن لني من الله لمن محقق حقا للتوحيد لابد أن أدعو للتوحيد وأترى كتاب الشيء وللرد على من يقول أن الشيء لا يقع وللرد على من يقول الأول ما يبدأ به بالدعوة الصلاة أول ما يبدأ به التوحيد وغير هذا ما أنا أخذ نعم ما شاء يا أخوي أترك الجهاز هذا أعطينيه أحفظ أترك هذا لا لا خليه هنا خليك ما عيش لا الشيء بالعثيمين رحمه الله تعالى استشكلوا عليه هذه الأمر الكتابة فالشيخ يقول الآن عندما تكتب تذهب عليك بعض المحلومة خاصة على هذه الأجهزة ممكن لك رسالة كذا منهيات صح نعم الثاني السلف الصالح اعتادوا على ماذا على الحفظ والضبط ونحن اعتدنا اليوم على هذه الأجهزة ولو ضاع الجهاز ضاع من كل شيء كنا قبل تأتي هذه الأجهزة مطورة نحفظ أرقام الهواتف نحفظ الآن لا نحن الزاكرة هنا تعطلت التي كانت تحفظ الأرقام نعم فالسلف عندهم حفظ بشرهم لأنه معود أخسهم على الحفظ ثم الدرس عندنا يكرر كم مرة الآن نكرر الدرس كم مرة تقريبا ثلاث مرات أقل شيء ومع الكتاب مكتوف في الكتاب كل شيء ايش تكتب انا ليس عندي شيء انا فقط اتذاكر معكم طيب نخلي الجهاز نعم تعريف التوحيد وقلنا من التوحيد إفراد الله سبحانه وتعالى من أخت السبيل من الضمبير والدرس ما صفان وعظفنا نوع التوحيد الله يبالي ما شاء الله نعم غيره نعم شروط الدعوة إلى الله قلنا خمسة الأول الإخلاص قلها هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة العلم الشرعي ومعرفة حال المدر والحكمة وسورة العصر تدل على الصبر هذه